رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به يوم الدين واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم نتمو في موضوع جواز التawassل والإستعان والإستغافة بالأمبياء والصالحين حضرين كانو أمغائبين أمواتن كانو أم أحياء Nous continuons dans le sujet de la permission de faire التawassل et de faire le fait de demander secours, demander le soutien, l'aide de celui qui est à côté de nous vivant ou celui qui est absent de celui qui est vivant ou celui qui est mort et que la règle c'est que demander à un être humain quelque chose, que c'est Allah seul qui arrive à le faire c'est ça qu'on n'a pas le droit de le faire mais nous on demande ici de l'aide et de soutien et de secours et on fait التawassل comme cause et c'est Allah Ta'ala en réalité qui crée l'aide et le soutien et les causes إذن القاعدة في هذا أنه لا يجوز لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز لأحد أن يسأل غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله مثلا لا يجوز لنا أن نطلب من مخلوق أن يخلوق لنا on n'a pas le droit de demander à une créature qu'il nous crée quelque chose لا يجوز لنا أن نطلب من مخلوق أن يغفير ذنوبنا لا يجوز لنا أن نطلب من مخلوق أن يستجيب دعاءنا ونحوي ذلك لا يجوز لنا أن نطلب مخلوق أن يغفير ذنوبنا أن يغفير ذنوبنا لماذا لم تسأل الله؟ لماذا لم تسأل الله؟ لماذا لم تسأل الله؟ فيقول لك الله جعل الأمور في هذه الدنيا تمشي على الأسباب الله خالق للأسباب ولكن نحن نسعى بهذه الأسباب إذن نقطة على السطر أنت تذهب إلى الطبيب على وجه التسبب وتعتقد أن الله يخلق الشفاء وأنا أذهب إلى الرجل الصالح أو إلى قبر النبي محمد أتوسل به إلى الله أستغيث به وأسأل الله تعالى الشفاء ببركته وبجاهه وأعتقد أن الله هو الخالق وأن الله هو الشافي وأن هذا إنما هو سبب أسأل الله بجاهه فأين الشرك؟ أول الشرك؟ هذا سبب و هذا سبب؟ هذا سبب حسي و هذا سبب معنوي؟ بَالْقُوَّةُ الْإِمَانِ هُنَا تَظْهَرُ وَالْفَادِينَ ترجمة نانسان فهل كانت مررسل إذن الله أحلى فإنه أسهم الله يحلق الشفاء الله يحلق الشفاء الله يحلق الشفاء شفاء ناذا نظر何 يتوقف المس deux موضوع وقعه أن يسأل ما يسأل الشم النبو القيام شمًا احلى خاصة مرسل وبين المسلح خاصة إلى أثناء معاني voilà سيدنا عمر يعني عمر يمكن أن يكون فهمة مركز عمر المال لا يكون لديهم يقول يقول في حيث المعروسة لأن في الموضوع عمر الأنساء أحد شذيب لا نزل المطر لوجه قледب في ذلك والدخليفة المؤمنين عمر المخطب يقول يقول إنه كنت أقلت للمساء ويسأل أبن الله ويسأل أبن الله أن يقالك سأل تسلت للمساء ويسأل تلك المساعدة وأيضا أصلاح المؤكد في حديث آخر ويسأل بلال بن الحارث الموزني تنسل إلى قبل المبيع ويقول يا رسول الله استسقل أماتك فإنهم قد هلقوا يا رسول الله ستسكيري أمماتيكا أو مسager de Dieu demande à الله تعالى لابده لابده لكي تكون في المساعدة لذلك هذا الطلب من النبي بعد موته هذا المساعد من المساعدة بعد المساعدة بعد المساعدة الوهبيين جماعة العثايمين والجبرين والوهبيين يقولون هذا شركون أكبر يقولون كفر الوهبيين يقولون هذا هو مكريان نحن نقول هذا هو صحابيين هل تعرفون التوحيد أكثر من الصحابة؟ هذا هو صحابيين vous vous connaissez توحيد mieux que les compagnons du prophète يَا قَلِنِي لِلْأَدَبْ vous êtes des gens qui manquent de respect envers les compagnons du prophète محمد عليه الصلاة والسلام et envers le prophète محمد عليه الصلاة والسلام لأن النبي يحييون في قبره parce que le prophète est vivant dans sa tombe si on lui adresse le salam il entend notre salam النبي يحييون في قبره يقولنا السلام عليك يا رسول الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يَا رُدْ فَإِذَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِي لِأُمَّتِكَ يَسْمَعْ وَهُوَ يَسْتَغْفِرْ لِأُمَّتِهِ وَهُوَ يَسْتَغْفِرْ لِأُمَّتِهِ فَإِذَا مَامِدْتُوا فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تَعْرَدُوا عَلَيَّا وَهُوَ يَسْتَغْفِرْ لِأُمْتِهِ وَهُوَ يَسْتَغْفَرْ لِأُمْتِهِ يَسْتَغْفِرْ لِأُمْتِهِ وَهُوَ يَسْتَغْفِرْ لِأُمْتِهِ هذا قال قاضي مكة أحمد بن زيني ذهلان من 150 سنة كافر بالإجماع c'est lui qui dit le prophète Mohamed n'est pas profitable après sa mort le juge de la Mecque qui est mort ça fait 150 ans il a dit c'est un mec on parle l'unanimité des savants de l'islam استغفار النبي نافع لنا في حياته وَبَعْدَ مَمَاتِهِ le fait de demander le pardon pour sa communauté صلى الله عليه وسلم ça en tire profit pour durant la vie du prophète عليه وسلم et après sa mort الْحَاسِلْ الْحَاسِلْ الْرَجُلْ تَوَسَّلَ بِنْنَبِي عليه وسلم وَقَالِيَ رَسُولَ اللَّهِ سَسْخِلِ أُمَّتِكَ l'homme est venu vers la tombe et il a dit oh mais il s'agit de Dieu demande à Allah l'appel lui pour ta communauté l'homme vit le prophète عليه وسلم en songe qui lui dit passe le salam à Omar de ma part dis lui qu'il ne tarderont pas à recevoir la peluie et dis lui de faire preuve d'effort pour servir la communauté إذن الرجل رأى النبي في المنام النبي هذا الرجل بلالم الحارث المزني رأى النبي عليه الصلاة وسلم في المنام فقال له إنهم يسقون سينزل عليكم المطر وأقرأ عمر مني السلام أقرأ من عمر مني السلام وَقُلْ لَهُ إِنَّ عَهْدِي بِكَ وَفِيَّ لِلْعَهْدِ شَدِي دَلْعَقْدِ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا عُمَرَ Alors l'homme est parti vers سيدنا عمر pour lui rapporter qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve سيدنا عمر n'a pas dit أنت مُشْرِك سيدنا عمر ما قال له أنت مُشْرِك كيف زهبتا إلى القبر كيف قلت يا رسول الله استطرق سيدنا عمر ما قال إنهو كافر 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 لكن ما فاطنا mais إنهو كافر ما قال له qu'النبي prophète a voulu dans le rêve ماذا أراد النبي بهذه الرؤية الكيسة الكيسة يا عمر إنهو كافر للعهد شديد العقد فالكيسة الكيسة يا عمر جمع الناس سيدنا عمر a réuni les gens et il est monté sur le mémبر صعيد الممبر وقال هل عهدتم علي شيئا يعني هل رأيتم مني شيئا تنكرونه هل رأيتم شيئا أفعله غير صالح هل رأيتم شيئا qui ne va pas قال له ومما ذا يوجد أمير المؤمنين non mais qu'est-ce qu'il y a أمير المؤمنين قال إِنَّ الموزني alors il a dit بِلَا المحارث الموزني a vu le prophète dans le rêve قال الموزني رأى النبي في المنام يقول أقري عمر السلام وقال له إِنَّ عهد بِكَ وَفِيَّ للعهد شديد العقد فالكيسة الكيسة يا عمر alors الناس فاطنو les gens ont dit إِسْتَبْتَأَكَ رَسُولُ اللَّهِ بِسَلَاتِ الْإِسْتِسْقَة أَنْتَ تَأْخَرْتَ لِمَ لَمْ تُصَلِي بِنْنَسْ صَلَاتِ الْإِسْتِسْقَة alors ils ont dit le prophète عليه الصلاة والسلام voulait dire par ça que tu as pris de retard pourquoi jusqu'à maintenant tu n'as pas encore fait la prière pour demander la pelu فَكَبْبَرَ عَمَرْ عَمَرْ أَفِلَ تَكْبِيرُ قال ما أُذَنَي لَيْقَوْم أُذِنَ لَهُمْ بِال بالصلاة ça veut dire c'est une bonne nouvelle ils vont être soulagés إذا أُذِنَ لَنَا بِالْإِسْتِسْقَة معنَهُ إِشْ أنَ الْفَرَجْ سَيَأْتِي جَمَعَ النَّاسُ خَرَجُوا لِسَالَتِسْتِسْقَة بعدما on ordonne des gens au jeûner de se répentir puis ils ont été لكن لِنُكْمِل alors سَيَأْتِنَ عَمَرْ a dit je ferai tout ce qui est en mon pouvoir قال لَا أَلُو إِلَّا مَعَجَسْتِ on dit qu'il s'agit du compagnon Bilal ibn Harith al-Muzani ce compagnon s'était rendu auprès de la tombe du prophète pour solliciter sa bénédiction et عَمَرْ ni personne d'autre ne l'a blâma pour cette conduite إذن هذا الصحابي ذهب إلى قبل النبي لِيَا تَبَرَّكَ بِذَلِكِ يَطْلُبْ مِنْهُ الدُعَاءَ لِأُمَّتِهِ عَمَرْ مَا قَالَهُ أنْتَ مُشْرِكُ وَلَا أَحَدْ مِنَ النَّاسِ قَالَهُ أنْتَ أَشْرَكْتَ أنْتَ كَفَرْتَ يعني يَطْلُبْ الدُعَاءَ من الرسول وَالنَّبِيُ يُحَيُّنْ في قَبْرِهِ يَطْلُبْ 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 عَالَغْدَ يَطْلُبْ وَالِخَرْبُ وَالْلَا أَمِنَ يَطْلُبْ وَالْلَا أَسْتَ لِيَسْتَ يَطْبْ سَتْلُبْ الشيء الذي يزالون بشيء الناس عند السوداء ونطرد من حيث على السلطة الشيء الذي يزالونه لا يزالونه الشيء الذي يزالونه الشيء الذي يزالونه يقولون من حرفون هؤلاء إضالون ما عرفوا التوحيد حتى يعرفوا الشرك ils n'ont pas connu c'est quoi التوحيد pour connaître الشرك ils n'ont pas connu c'est quoi الشرك pour connaître التوحيد ما عرفوا التوحيد ولا الشرك ليس هذا الشرك أنتقول الله له صفات كالسفات المخلوقات هذا الشرك le fait de croire qu'Allah a des attributs comme les humains c'est du الشرك وهم يقولون الله له عضاء الله جسم يقولون له رجل يجلس يقعود يستقر يتكلم بحرف وصوت ينتقل من مكان إلى مكان هذا صفات المخلوق ومنوصف الله بمعنى من معاني البشار فقط كفر et celui qui attribue à الله تعالى un attribut des humains à mes crus à propos du hadith d'Abu Huraira dans lequel il est rapporté que Moïse a dit ce qui signifie Seigneur rapproche moi de la terre sainte à la distance d'un jet de pierre et que le prophète a dit ce qui signifie par Dieu si j'étais auprès de lui je vous montrerai sa tombe en bordure de chemin près de la dune rouge هذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى أن معرفة قبور الصالحين والأنبياء لزيارتها والقيام بحقها والتبرك بها أمر صالح أن هل يتحدث عن النبي عبث؟ الوالي الدين العراقي à propos de ce حديث il contient la recommandation de connaître l'emplacement des tombes des vertueux pour les visiter et les entretenir comme il se doit الحافظ والي الدين العراقي Adam Kubar l'Huffaz قال النبي قال الناس يجب أن يكون المعرفة ويكون المعرفة ويكون المعرفة ويكون المعرفة ويكون المعرفة بس خالينا نحكي أنه مرة كان ابن القيم تلميذ ابن تيمية مع لما جاء إلى الخليل الخليل فيها قبر سيدنا إبراهيم فقال ها أنا آتي الخليل ولا أزور قبر إبراهيم وذكر تحريم ذكر تحريم السفر للزيارة زيارة قبر الأولياء والصالحين الوهبي يقولون عنه شيخ الإسلام وهو إنسان أفاق سباب يلعن المسلمين هذا الخبيث لقد كانت أفاق إبراهيم الخليل يقولون أفاق لا أمشارك أفاق إبراهيم الخليل وإنسان أفاق وإنسان أفاق فَرُفِعَ الْحُكُمْ إِلَى الْأَإِمَّ وَالْقُضَاتِ حَكَمُوا بِكُفْرِهِ وَقَطْعِ عُنُقِهِ وَقَطْعِ رَأْسِهِ alors on a posé la question aux savants, aux juges ils ont dit celui qui dit ça c'est de la mécrance on lui coupe la tête les imams ont dit alors هُوَ عَرَفْ أَنُّ سَيَتِرْ رَأْسَهُ il a su qu'on va le ramener le juge il va ordonner de lui couper la tête alors il a été vers le juge حَنْبَلِي pour dire أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهُ je me réponds écris chez toi je me suis répanti et comme ça il s'est sauvé وَهَذَا كَانَ مِنْهُ إِشْ لَيْسَ اَعْتِقَادًا إِنَّمَا نِفَاقًا يعني هو يقول أنا أنا تراجعت ذهب إلى القاضي الحَنْبَلِ بِمْأَوْهُمَّ الحَنْبَلِ يُوَالِيهِم ذهب إلى القاضي الحَنْبَلِ فقال أنا تبت الذي يقول هذا الكلام يكفر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول أنا تبت فكتب القاضي أنه تراجع حتى لا يقتل وإلا كان سيقتلونه هذا ابن القيم الذي يسموه شيخ الإسلام حتى يعرف في وقت من الأوقات في سوريا في دمشق نودي بأمر من السلطان محمود بن قلوون مَنِعْتَقَ دَبْنُ عَقِيدَةَ بْنَ تَيْمِيَ حَلَّ دَمُهُ وَيُطْرَدْ مِنْ كُلِّ الْوَظَائِفُ ils ont dit toute personne qui a la coroyance de l'Obn Taymiya il faut le faire sortir de son poste de son travail et ils ont dit c'est une coroyance qui est la coroyance de l'Obn Taymiya est une coroyance de mécréance الحَنْبَلِيَا raconte que Salim a dit je n'ai jamais vu exhaustivement d'une invocation aussi rapide que celle faite auprès de cette tombe en parlant de la tombe de Sayyid Namoussa en parlant de la tombe de Sayyid Namoussa الحَنْبَلِيَا الدِّينَ الدِّيَا المَقْدِسِيَ il a dit qu'un homme qui s'appelait Salim al-Tal il a dit j'ai jamais vu l'invocation être exhaustive comme à côté de cette tombe en faisant signe vers la tombe de Sayyid Namoussa عليه السلام قال الحَنْبَلِيَ المَقْدِسِي عن Salim التَّل قال مَا رَئِيْتُ إِجَابَةَ الدُّعَ مثلا هذا le makan وَإِجَ أَشَارَ إِلَا قَبْرُ مُوسَ عليه السلام الشيخ Abdullah ibn Yunus connu sous le nom de Al-Armani me raconta qu'il s'était rendu auprès de cette tombe qu'il avait dormi et qu'il avait vu en songe une coupole sous laquelle se tenait un homme bazané il le salua il lui dit tu es Moïse à qui Allah Ta'ala a parlé où il a dit où il a dit tu es Moïse prophète de Dieu et il a dit oui j'ai dit dis-moi quelque chose cet homme là il dit à Moussa dis-moi quelque chose il me fait signer avec quatre doigts et me décrit leur taille je me suis réveillé je n'ai pas su le sens de ce qu'il m'avait dit j'ai raconté mon songe au Cheikh Zayyal qui me fait savoir tu auras quatre garçons j'ai dit j'ai épousé une femme à laquelle je n'ai pas encore touché il me dit ce sera une autre je me suis marié avec une autre femme et il m'a donné quatre garçons fin de citation alors on rapporte encore avec une chaîne de transmission de on dit Cheikh Abdullahi Ibn Yunus ma'rouf bil-armani il m'arrivée il m'arrivée il m'arrivée 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 il m'arrivée 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 il m'arrivée m'arrivée il m'arrivée depuis ce temps m'arrivée d'Inn m'arrivée d'Inn d'Inn m'arrivée il m'arrivée m'arrivée شايف يتحدث لفاتحة يقول بأنبه خارج يدد الإبن شاتيل وكان إبن شاتيل يتحدث لفاتحة فاتحة التفالي إذا ماشا مع أبيه يظن النس أن الوالد هو الأب عندما يتحدث ال grabbedحة التالي folks croyان الهاتف كان لفاتحة التفالي كم إله نملك كم إله مال كما بالانك فماريض يومن وذهبا بصره سبعين يومن اجد الماله منو اللقم التيبيه سبعين يومن سروع يومن الوالد مع أبي و هو يرى ابد عبن أشتيل بل وقته عودًا مالك وقته قالوا كيف هذا؟ قلوا كيف هذا؟ حصل. قال أخسته إلى قبر الإمام أحمد. Je l'ai بخي على تنب دو الإمام أحمد ودعوت الله تعالى. Et j'ai demandé الله تعالى. Qu'il donne les guérisons à mon fils. وقلت وقلت. J'ai dit يا أحمد إن هذا ابني كذا كذا فاشفع به إلى الله. يعني دعو الله له. إذا قال الإمام أحمد دعوه لولدي. وجعل أبي وجعل يعني الاب يدعو والابن يقول آمين. ابن شاتيل يدعو والآخر يقول. وطلب من الإمام أحمد أن يدعو له. إلى دمان دعوه لإمام أحمد دعوه. ثم ذهب إلى البيت. يسنته إلى المزن. قام الوالد في الليل. يسي غيبئي. عندما يرى. يسي غيبئي. يسي غيبئي. عندما يرى. هذا رواه الحافظ الذهبي. هل يقولون أن هذا الشرك. هم عندهم هذا شرك أكبر. سلون لي ريقل دولوهابيين سا سي شرك سي لا ميك ريانس لكن ما عاذ الله كيف هذا هؤلاء الحفاظ الضياء المقدسي البهاء المقدسي الذهبي وهذا المحدث ابن شاتيل فهم لما يقولون نحن أهل الحديث هم كاذبون هم هم كل من يخالفهم يقولون عنه مشرك حتى ابن تيمية في بعض المسائل خالفهم. حتى ابن القيم في بعض المسائل خالفهم إذن هم مع من ابن عبد الوهاب أبوه حذر منه أخوه حذر منه. إذن هؤلاء دينهم كله يرجع إلى هذا الرجل محمد بن عبد الوهاب هم يقولون عنه مجدد ونحن نقول مجرم قتل أهل الحجاز قتل الحجاج الذين يأتون من تجاكستان و أذربيجان ومن البلاد البعيدة كانوا يقتلون الحجاج الذين يتوياون أخوه حذرين الذين يأتون من مجرمين لهم من المسائلين. وأيضا نورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ لِلَّهِ مَلَا إِكَتَمْ فِي الْأَرْضِ سِي وَالْحَفَظَةِ يَكْتُبُونَ مَا يَسْقُتُمْ مِنْ وَرَقِ الشَّجَارِ فَإِذَا الْصَابَ أَحَدَكُمْ عَرْجَتُمْ بِأَرْضٍ فَلَاتٍ فَالْيُونَادِ أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ Alors le hadith signifie certes Allah a des anges sur terre autres que les anges protecteurs qui inscrivent le nombre des feuilles tombantes des arbres. Si quelqu'un d'entre vous trouve une difficulté dans une terre déserte qu'il appelle aidez-moi serviteur de Dieu, esclaves de Dieu. فإذن هنا, الحديث روه التبراني والإمام أحمد وغيرهما والإمام أحمد نفسه وقع له أنه ضعف التاريخ فصار يقول يا عباد الله دلوني الطريق يا عباد الله دلوني الطريق الإمام أحمد نحمبل فهل الإمام أحمد وقع بالشرك لأنه طلب الاستعانة بالملائكة؟ الوهبية تقول طلبوا الاستعانة بالغائبين والملائكة والأموات شرك وهذا الإمام أحمد نحمبل يروي البيهقي عنه أنه لما ضعف طريقه إلى الحج جعل يقول يا عباد الله دلوني الطريق وفي الحديث أن النبي قال لنا إذا أصابك مشكل إن قطعتها أو مصيبة كبيرة فاطلب الإعانة من هؤلاء الملائكة يا عباد الله أعينوا وفي رواية يا عباد الله أغيثوا يا عباد الله أعينوا يا عباد الله أغيثوا هذا حديث رسول الله فكيف تجعلون أنتم أن طلب الإعانة من الأولياء والصالحين والملائكة الشرك وهذا ورد في الحديث على كل هذا شيء من الأدلة التي تبين أن الاستعانة والاستغاثة بالأولياء والصالحين لا دخل لها بالعبادة ولكن هؤلاء الناس يموهون على ضعاف العقول في ناس ضعاف ما بيعرفوا يسمعونهم بعض الآيات في غير محلها وبعض الأحاديث في غير محلها فيصيرون يكفرون المسلمين لذلك قال عنهم العلماء عن الوهبية الخوارج في عصرنا ابن عبدين قال عنهم ذلك الساوي وقال هؤلاء الخوارج في عصرنا ce sont les خوارج de notre époque parce qu'ils déclarent les autres mécréants et ils se prend comme eux qui sont dans la bonne croyance هؤلاء ليس من أهل السنة هؤلاء مشبهة مجسسما نسأل الله تعالى العفو والعافية وحسن الختام وإن يحفظنا من ضلالهم وشركهم وكفرهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم